ملخص فيلم The Shawshank Redemption انتاج امريكي لعام 1994 في عام 1947 بدأت قصة اندي دوفرين مصرفي في ولاية ماين تمت ادانته بجريمة قتل زوجته وعشيقها اللاعب المحترف في الغولف رغم اصراره على براءته واجهت طباعه الباردة والمحسوبة شكوك الجميع في انه هو القاتل حكم على اندي بالسجن المؤبد مدى الحياة وتم ارساله الى سجن شوشانك وهو سجن صارم يعرف بقسوته وقوانينه الصارمة في بداية فترة اقامته في السجن تعرض اندي لاستقبال عدائي من السجناء الاخرين الذين شككوا في براءته لكنه على مر الزمن نجح في كسب احترام السجناء الاخرين واصبح اصلا قيما في عيون الحراس ريد المعروف ايضا باسم اليس بويد ريدنغ كان سجينا في شوشانك لمدة عشرين عاما بتهمة القتل على الرغم من حسن سلوكه وجهوده تم رفض طلبه للافراج المشروط ولكن هذا لم يزعجه كثيرا خلال المقابلة التي اجريت معه شارك ريد تجربته في السجن وكيف تمكن من البقاء على قيد الحياة والتأقلم مع الظروف القاسية يواجه اندي تحديات عديدة في السجن حيث يتعرض للاستهداف والمضايقة من بعض السجناء الاخرين الذين يشككون في براءته ومع ذلك يقدم ريد له يد المساعدة ويساعده في التأقلم مع حياة السجن يتعلم اندي قواعد السجن بسرعة ويستخدم مهاراته المالية لمساعدة السجناء الاخرين ينشئ مكتبة في السجن ويبدأ برنامجا موسيقيا يساعد السجناء على التعبير عن انفسهم خلال فترة اقامته في السجن يكتشف اندي فساد المدير الذي يسيطر على السجن يحاول اندي كشف الحقيقة وكسر هذا النظام الفاسد يجمع الادلة ويتعاون مع السجناء الاخرين لكشف المدير وتحقيق العدالة ومع ذلك يتصاعد الصراع بين اندي والمدير حيث يفبرك الاخير تهمة هروب سجين اخر ويتهم اندي بها يتم ارسال اندي الى العزلة الانفرادية حيث يعاني من العزلة والظلم على مر السنين يستمر اندي في التخطيط للهروب يحفر نفقا سريا تحت زنزانته على مدى سنوات عديدة حيث يستخدم ادوات بسيطة ويخفي نفاياته في حقيبة الكتب احتاج الى صبر كبير وعزيمة قوية لاكمال النفق دون ان يلاحظه احد واخيرا ينجح اندي في الهروب من سجن شوشانك عندما يكتشف النفق المنتهي يجد اندي نفسه خارج السجن بعد سنوات من الحبس الظلمي يلتقي بريد الذي كان يعتقد انه قد توفى ويتوجهان معا الى المكسيك لبدء حياة جديدة تعكس القصة القوة الروحية والصمود والصداقة في الظروف الصعبة تعلم اندي ان الامل ليس مفقودا حتى في اظلم الاماكن وانه يمكن للارادة القوية والصداقة الحقيقية ان تتغلب على الصعاب تنتهي القصة بتأكيد قوة الروح البشرية والقدرة على البقاء على قيد الحياة والسعي للعدالة النهاية ترجمة نانسي قنقر